النمسا على ما يبدو بالفترة الأخيرة أصبحت لا تستمع إلى العديد من الانتقادات خاصة من المنظمات الدولية بما فيها منظمة العفو الدولية وكانت قراراتها غير ملزمة قرارات غير ملزمة هي تصدر تقارير لا يوجد قرارات ملزمة لهذه المنظمة هي تصدر تقارير وتوصيات وتوصيات ولكن غير ملزمة لأحد فعندما نسمع هذه المنظمة تنتقد سياسة إفقار اللاجئين نظام المساعدات التي وصفته بماذا؟ بالمسقوب نظام المساعدات المسقوب يعني بصراحة بغض النظر اتفقنا اختلفنا مع من يعطي لنفسه الأحقية من عدمها بالحصول على المساعدات الاجتماعية ولكن العشرات يا أستاذ ممدوح العشرات يتواصلوا مع إنفوغرات يعانون من غطرصة صراحة نظام المساعدات الاجتماعية في فيينا وغيرها يعني اللي بيقدم الطلب هو بحاجة لمبلغ حتى يدفع أجار بيته ويعيش وهذا حق هذا فكرة حق هذا يعني هذا ليست مكرمة من الدولة هذا حق باعتبار أن نظام المساعدات الاجتماعية يستفيد منه كل من هو مقيم في أن نمسه في حال كان لا يعمل أو لا يستطيع العمل لو عنده وضع صحي ما فبالتالي يقدم الطلب اليوم بيستنى شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وما بيجي الرد وممكن يطلبوا منه صراحة بعض الطلبات التعجيزية إضافة لهذه التأخير فلماذا يعني لماذا يا سادة يا كرام لماذا هذا الشغل البدائي يعني إذا انتقدنا فيينا صراحة فيينا ما زالت تعمل بشكل بدائي صحيح يوجد تقديم الطلب عبر الانترنت ولكن هذا الطلب يأتي إلى الموظف الموظف يقوم بدراسة الأوراق ويدوم بدراسة الأمور لكن هذا الشيء غير مضطرين لو بإمكانهم أتمتت النظام بشكل كامل وتوفير عدد كبير من الموظفين وبالتالي توفير التكاليف وتخفيف التضخم الحاصل في النمسا ولكن يوجد باعتبار أن المنظمة انتقدت هذه السياسة إذن يوجد شيء مقصود حتما يوجد شيء مقصود لأن دراسة الأمانستي منظمة العافة الدولية لا تقوم من فراغ وليست عبارة عن شيء غير موجود لا وهي طالبة بإتمام يمكن أكبر مشكلة هنا كمان مشكلة الأطفال اللي موجودين بدون زويهم يعني ما همش معين أو معين يعني أب أو أم فقط وهم مش موجودين يمكن يكون جاي مع عم بس دي مشكلة دي بالنسبة لهم مشكلة يعني دي أكتر شيء مشكلة أخلاقية مشكلة أخلاقية أضف على ذلك الكارثة الأكبر أستاذ ممضوح طبعا إضافة لموضوع عنف المرأة وحماية المرأة اللي أيضا انتقدته المنظمة باعتبار أنه لا يوجد خطة عمل على مستوى الدولة للتخفيف أو للعمل على يعني مكافحة العنف ضد المرأة بشكل فاعل أضف على ذلك أستاذ موضوع الصحفيين موضوع الصحفيين انتقادها أنه يتم ترهيب الصحفيين من خلال محاكم وماذا حصل مع إنفوغرات يا أستاذ ممضوح أنت تعرف هذا الكلام على مدار السنتين إلى الثلاث سنوات السابقة تم ترهيب إنفوغرات بعدد من القضايا إضافة لعدد من الأصدقاء أيضا الذين يعملوا بالصحافة ترهيبهم من خلال المحاكم يعني كيف ترهيبهم هل يقوم حد أحد بالافتراع على أحد يقول لك لا ولكن للصحافة هامش من الحرية والتعبير عن الرأي وتقديم المعلومة حتى لو كانت أحيانا اتهامية بشكل مباشر فتقوم عدة أطراف بمقاضاة طبعا هذا الموضوع لا ينطبق فقط على الإنفوغرات أو على فريق العمل بإنفوغرات أيضا على ساعة العديد من الصحفيين النمساويين الذي من خلالها انتقدتهم الأمانستين انتقدت الدولة أنه أن جهات معينة ترهب الصحفيين بأننا سنقاضيك بالتشهير بالكذا والعديد من الصحفيين فعليا تم مقاضاتهم وأنا شخصيا تدرك أن تم مقاضاتنا بأكثر من قضية إن كانت حقيقية وإن كانت وهمية وإن كانت فقط لإسكاد صوت الصحفي ياب تسكت ياب نرفع عليك قضية أحد أصدقائنا أحد أصدقائنا لن نذكر اسمه قام بنشر خبر على أحد الصحف النمساوية يوجد به انتقاد رفع عليه خمس قضايا خمس قضايا اليوم تكلف هذا الشخص أنا عارفه يعرفه شخصيا وهو معروف للعديد من الأشخاص لن نذكر اسمه من أجل خصوصية رفع عليه خمسة قضايا أستاذ بتهم التشهير والكذب وهو شخصية عامة بس ده من الجهات من الجهات هو أكيد اللي ذكر لها أو تكلم عنها يوجد يحاق معين أنا ما بحكي عن الدولة يا عزيزي أنا عم بحكي على المفهوم العام على الشكل العام أن الشخص الذي يعبر عن رأيه بشكل أو بآخر بإن كان بشكل صحفي يتم إرهابه من خلال الإعلام وهذا ما مورس علينا وصديقنا الذي تكلف إلى اليوم أكثر من 60 إلى 70 ألف يورو فقط محامين وقضايا وأكثر من ذلك أضف على ذلك أيضا العديد من الأشخاص الذي يعني لن نذكر أسماؤهم أن تم إرهابهم القضاء سأقاضيك إذا قلت كذا سأقاضيك لأنك تنشر كذا سأقاضيك بكذا فهذا صراحة جزء من الإرهاب والترهيب الرأي ويحتاج إلى منظومة عمل على مستوى النمسا لتأمين حماية حماية قانونية ما لا يعني أن يكون الصحفي يعني يعني يضرب شمالا شرطا وغربا ويتهم لابد أن يكون هناك مصدقية منظومة أكيد يوجد مصدق ولكن يكون هناك منظومة تعمل على موضوع المحاكمة أو المقاضات بس ده لا يلغي طبعا مصدقية نقل الخبر ولا بأي حمل الأحوال